السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم في العقارات المميزة خبر رسمي وهام وعاجل جدا لكل المواطنين وأصحاب المحلات التجارية رسميا إعلان المواعد الجديدة لغلق المحل وغرامة 50 ألف جنيه لهؤلاء بس قبل من تكلم برجال اشترك في القناة وعمل لايك للفيديو يبحث الكثير عن مواعد تطبيق المواعد الجديدة لغلق المحلات بعد قرار الحكومة الصادر يوم السلساء الماضي لترشيد استلاك الكهرباء بعد قرارة الحكومة تعديل مواعد غلق المحلات التجارية على اختلاف الأنشطة بسيثناء بعض الفئات المواعد الجديدة لغلق المحلات وفي مؤتمر صحفي أعلنت دكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء عن المواعد الجديدة لغلق المحلات مشير لأنه تم في ضوء جهود ترشيد الاستهلاك غلق المحلات التجارية 10 مساء بسيثناء السوبر ماركت والصيدليات والمطاعم وتطبيق ذلك اعتبار من أول يوليو القادم مواعد غلق المحلات التجارية وحاول المواعد الجديدة لغلق المحلات فستكون اعتبار من مطلع الشهر القادم ليتم غلق مختلف المحلات التجارية والمولات على مستوى الجمهورية في الساعة 10 مساء وبحسب قرارة الحكومة يتم غلق المحلات في الساعة 10 معدى الصيدليات والصوبر ماركت والمطاعم على أن يتم غلق المطاعم والصوبر ماركت في الساعة الواحدة صباحا وبحسب مدبولي فإن هذه الإجراءات تعتبر جزء من خطة تساعد في عملية الترشيد مطالبا المواطنين بأهمية المشاركة في تطبيق عملية الترشيد داخل المنازل أيضا ومختلف المنشآت حيث أن ذلك يساعد الدولة في تقليل حجم المنتجات البترولية المستوردة وسيتم إرسال كتاب دوري في وزارة التنمية المحلية خلال الساعة القادمة يخترهم بالمواعد الجديدة لغلق المحلات من الساعة 10 مساء لتنفيذ خطة ترشيد استلاك الكهرباء عقوبات عدم الالتزام بمواعد غلق المحل بحسب قانون الحق المحل العام هناك ثلاث عقوبات تنتظر المحل المخالف لمواعد الإغلاق على قرارات الحكومة خمسين ألف جنيه وانتظر المحلات المخالفة هذا القانون عقوبة نصت عليها المادة ثلاثين والتي تنص على أنها يعاقب كل من قام بتشغيل محل دون ترخيص بغرامة لتكل عن عشرين ألف جنيه ولا تتجاوز خمسين ألف جنيه وفي حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تكل عن 6 شهور ولا تتجاوز سنة فضلا عن غلق المحل على نفقة المخالف كما يعاقب بذات العقوبة كل من قام بتشغيل محل عام خاضع الأحكمة زل قانون دون أخطار مسبق للمركز المختص تضمن نموذج الأخطار بيانات غير صحيحة ولتي أتاح غلق المحل المخالف مدة معينة وسحب الترخيص وأزالة النشاط نهائي مدى الحياة ودفع عشرين ألف جنيه وفي حالة مخالفة موعد وضبط القانون